بالتأكيد هنتكلم على يوم إفريقيا النهاردة ده مما لا تشك فيه بس أنا مبرح كنت بقولكو على حاجة وكانت متعلقة بمسألة الناس اللي تيجي تقولك هو إيه اللي حصل في البلد وأصلا ما فيش تغيير وأصلا هو الرئيس عمل إيه أصلاحنا مش حسين أصلاحنا مش عايف إيه كلام من ده وأظرف حاجة ود أخوان كده لطيف جدا ده على على تويتر أنا معديش فعلا ولا أي حساب لا تويتر ولا فيسبوك ولا هيبقى يعني ولا غيره ساعة بروح عامل سيرتش فبيطلع لي شوية حاجات سيرتش عادي عاي جدا على جوجل يعني فلاقيت إيه بقى؟ لقيت وحب بيقولك يوزف الحسيني بيقول إنه السيسي عمل كذا وأصلا إحنا يجب أن نشعر بالإمتنان وبتاع فين أخد بالك ده إخوان تقولي عرفت من إنه إخوان نقولك ولا حاجة خلصوا حتحطت صورة فانيلا صفرة وعليها علامة مش عارف رابعة والهبل بتاعهم ده المهم يعني ده إحنا كنا خب بالك الوقت بتاع رابعة ده قالك ده إحنا كنا زمان الدولار أقل من 6 جنيه ومصر كان فيها صناعة وكنا عايشين ومبسوطين ومهيصين تيجي تقولي أصلا دلوقت ده إخوان ربعاوي يعني مصر كانت زمان حلوة وجميلة ووكلين وشربين ومتعلمين وميت فل والدولار بأقل من 6 جنيه وفيها صناعة أم اللي بتقوله إحنا بتوع صورة ليه صورته على مبارك ليه مش إنتوا بتقولوا إن إنتوا شركاء وصناع 25 يناير وإيه لما هو كان حلو لما هو كان حلو زعلته منه ليه هنا تقدر تفهم الزهنية بتاعت الإخوان هو طول الوقت عاوز إيه هو عاوز ينكد عليك إنتا فهيقول لك كلام هو لا يعنيه ولا فرق معاه هو لا هيعجبه كده ولا كده ولا كده ولا كده لكن على السياق الأصلي بتاعنا أنا بس هحبيت تفاهمك بتوع الإخوان بيلعبوا معاك إزاي إنت المشاهد بيتلعب معاك إزاي خد بالك إنه الإخوان طول الوقت بيشغلوك بإيه إن هو بيصدر لك شوية عال من أراجوزاتهم تدب إنتا معهم الخناء أو تتخنق أو تزعع أو تجدب وفلان قال وعلان قال سيبك من ده هم بيعملوا إيه هو طول بيصدر لك الأراجوزات فما تنساش إنه في حاجة اسمها تنظيم الإخوان هذا التنظيم يجب إنك تبقى فاهم كل ألعيبه وتكتيكاته واستراتيجياته الطويلة وبيشتغل إزاي وزهنيةه عاملة إزاي وده لنا فيه كلام بالمناسبة خلال الأيام اللي جاية لأنه ده مهم جدا حتى لا تنسى بس وطبيعة النفس الإنسانية إنه إنت نفس النهار ده كنت بتكلم مع صديق عزيز عليا يعني في تليفون بكنا بنتكلم في القصة دي بقوله أنا مش قادر أفهم والله العظيم مش قادر أفهم يعني إيه ألاقي واحد يقولي هو سيسي عمل إيه فدحك قال لي بص لو إنت اتعورت في إيدك ورحت للدكتور خيط الجرح وعالجه وتمام التمام وما بقاش فيه أي أثر إنت نسيت إن إيدك كانت واجعتك ده جزء من طبيعتنا الإنسانية يا يوسف قلت له طيب الله عندك حق قلت له بس المسألة مش كده الدنيا تغيرت حوالينا وعايز أعد أنا أتكلم معاك إنت كمشاهد وإنت كمشاهدة بمنتهى البساطة والله العظيم إيه المصلحة المباشرة التي تعود على الرئيس من وراء مثلا مبادرة 100 مليون صحة يعني يقولي هو استفاد إيه لما يعمل مبادرة بتاعت 100 مليون صحة تعالج الناس من أي شيء وبالمناسبة هذه العلاجات مجانية ولو مش مجاني فتلاقي مثلا إيه إن دفع مبلغي دفعت 5 جنيه ولا 10 جنيه علشان أحشي درس إيه ده طيب سيبك من دفعت 5 جنيه ولا 10 جنيه علشان تحشي درس لو رحت لدكتور سنان يعني لما يبقى مهاود لما يبقى مهاود هتدفع لك يجيه 1000 جنيه مثلا لما يبقى مهاود وطيب وأمير وابن حلال مفيش منه بس مش دي النقطة أنا سؤالي هو قولي إيه اللي يعود عليه من وراء مبادرة 100 مليون صحة طيب إيه اللي يعود عليه من وراء العلاج المجاني لفيروس سي يعني هو الإنسان الفرد الشخص عاد عليه إيه بلاش بيعمل طرق وكباري ممكن أنت أسألك أنت سؤال واحد أنت شايف أنه لما بيعمل الطرق والكباري هو مستفيد يعني هو الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مستفيد هو كشخص كفرد كمواطن مصر يا سيدي هو مستفيد طيب بلاش كمواطن هو كرئيس الدولة هو مستفيد من وراء الطرق والكباري ولا أنت اللي مستفيد يعني أنت اللي بتمشي على طريق عليه الإيمة أنت اللي بتمشي بعربيتك إن كنت تمتلك عربية موتسيكل سكوتر تريسيكل من غير ما يتبهدل في المطبط والتكسير وكل شوية تقعد تصلح وتغير وتدفع ويطلع عينك أنت اللي مستفيد من وراء أنك بتوصل في معاد سليم أنت اللي مستفيد من وراء أنك ما بتستهلكش بنزين كتير السؤال بقى وهو استفاد إيه طب بلاش لما نيجي نعمل عملية إعادة استغلال لأسفل الكباري أو جوانب الطرق والمحاور الرئيسية فالناس تروح علشان تأجر هناك محلات وتشتغل تكسب وتشغل شبان فيكسبه السؤال بقى هو كسب إيه ولا حاجة برضو شيء غريب أوه أخي تكسبش حاجة من ده يعني أنت اللي بتكسب أنت المواطن المواطن صاحب المحل كسبان الشاب اللي بيشتغل في المحل كسبان أصبح في عندي دورة رأس مال الكل كسبان هو بقى كسبان إيه يعني عايد عليه بالإيه جاوب أنا عايزك تجاوب هو كسبان إيه من وراء طرقه الكباري هو كسبان إيه من وراء عدد استغلال مثلا أقول لك حاجة بسيطة خالص أنت بتشوفها كل يوم أنت بتشوفها كل يوم هو كسبان إيه من وراء 100 مليون صح هو كسبان إيه من وراء طب ممكن تقولي هيكسب إيه من وراء المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس أنه يشجع الناس أنها تيجي تستثمر وتبني هنا مصانع فلما المصنع يتبني فيبقى عندك منتج محلي واحد أرخص من الأجنبي فأرخيص ليك أنت المواطن اتنين يدخل عائد للدول عن طريق الضرايب بتاعت المصانع دي ثلاثة بنصدر فنقلل استخدامنا للعملة الصعبة فالجني بتاعك يبقى وضعه أحلى اقتصادك يبقى مزهزة سؤال هو كسبان إيه بقى المناطق والمجمعات الصناعية اللي بتتفتح في المحافظات كسبان إيه قولي كده الرئيس كسبان إيه من وراء المناطق الصناعية اللي مفتوحة في المحافظات واللي لسه بتتفتح طيب هو كسبان إيه من وراء مشروع مستقبل مصر مثلا في الضبعة يعني لما يجي يقول يا جماعة احنا هنزرع هنا مليون وخمسين ألف فدان خضر وفاكة وهنعمل تصنيع زراعي وهندخل مستثمرين ونشغل شبان ومهندسين هو كسبان إيه أنا بس والله العظيم بسألك السؤال أرجوك قولي إجابة شافية طالما انت لو انت مواطن مش عجبك أو مواطن دماغك مزأزأة أو مستق سؤالي هو كسبان إيه انت كسبان إن الحاجة تبقى كتيرة بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسواق فانت كسبان إن السعر يخف يعني انت أكيد خدت بالك إن خلال أسبوعين اللي فاتوا أسعار خضر وفاكة كتير قلت بالمناسبة هي ما قلتش بس علشان مستقبل مصر الزراعي اللي معمول في الضبعة طيب انت عندك اللي في تشك وعندك اللي في سينة وعندك اللي في الفرفرة وعندك اللي في شرق العوينات إلى أخيره يعني فكرة اقتصاد الوفرة طيب هو كسبان إيه من وراء إنه يبقى فيه منافس بتاعة القوات المسلحة ومنافس بتاعة وزارة الداخلية هو كسبان إيه من ده طيب هو كسبان إيه من وراء إنه طول الوقت يشجع ويدفع ويوجه نحية مبادرات تقلل الأسعار وتعمل تخفضات إيه جاوب هو هو الفرد تاني رجل فرد يتولى منصب رئيس جمهورية مصر العربية هو بشكل مباشر إيه العائد عليه كل اللي أنا قلت أقول لك ده ما فيش أي شيء عائد عليه بشكل مباشر على الإطلاق أي عائد مباشر هو جاي لسيادتك إنت إنت اللي هتشتري الحاجة أرخص إنت اللي بإذن الله تتعالج يئمة ببلاش يئمة بأقل سعر يعني هو اسمه فعلا اللي هي يسموها إيه يقولك بأرقام يعني كده حاجة على رأيي الإعلام بتاع زمن ببلاش كده الأجور الرمزية دي زي ما بيتقال أو الأسعار الرمزية وما إلا زلك مصانع يعني ناس بتشتغل وناس بتاكل لقم تعيش كل دي عائدات على سيادتك هو هو هياخد إيه قول لي إنت طيب أولا لما يجيوا ليحنا هنعمل مثلاً المشروع الكبير بتاع مفاعلات النوية بتاع التوليد الطاقة في الضبعة طيب كسبان إيه ده على سبيل المثال طيب ممكن تقولي هو كسبان إيه من وراء طبطين الترع أو محطات معالجة الميا كسبان إيه برضو معرفش طيب هو كسبان إيه من وراء إحلال العربيات المشروع بتاع إحلال العربيات للغاز طب كسبان إيه من وراء إن إحنا نصنع خد بالك من كلمة نصنع مش نشتري ونستور نصنع في مصر ونصنع عربيات كهرباء في مصر هو طيب كسبان إيه هو كسبان حاجة واحدة من وراء كل ده حاجة واحدة بس إنه يبقى أرضى ربنا وضميره يعني قدام نفسه وقدام الله سبحانه وتعالى يبقى يا رب أنا عملت اللي يرضيك قدر استطاعتي يا ضميري أنا أبص النفسي في مرايا أنا عملت اللي علي أنا كلفت إن أنا أبقى ما تنساش إحنا اللي طلبنا وزنينا يا فندم أرجوك عايزينك رئيس جمهورية فيبقى التكليف ده الحمد لله أنا عملت كل حاجة في استطاعتي بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسهل حاجة في الدنيا يجي الرئيس سنة 2014 آه تمام في شوية لخبطة الأمن هزبطه لكم الحرب على الإرهاب نخلص لكم عليهم خلاص كده خليكوا بقى عايشين على قديم نفسكوا في الدولار أبو 6 جنيه عناية آه عايز نسيب الدعم سدح مداح أغلب اللي كانوا بيستفيدوا منه اللي هم أصلا مش محتاجينه من العين دي قبل العين دي ولا بقى لا فيه تكا ممكن تقولها واستفاد إيه من تكافل وكرمة أو من دعم المشروعات متنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحتى الاستثمارات الكبيرة اللي بيتعملها لو خدتوا بالكوا ما يطلق عليه الرخصة الزهبية إذا كانت في مجال صناعة صارت الكهرباء أو الهايدروجين الأخضر زي ما كنا بنتكلم مبارح أو الاستثمارات فيه الطاقة المتجددة ولا كل ده خليك على قديمه واستورد من هناك واستورد من اليمين ومن الشمال ومن الشمال ومن الجنوب ومية فل واربعتاشر ولا مية مليون صحة ولا ليا دعوة ولا جبلك نموذج التعليم الياباني ولا شوف المناهج بتاعت فنلندا والنرويج ألا واجع دماء مش انتم مبسوطين كده ونرجع بقى على مصطلحات خليهم يتسلوا وإحنا نسينا ولا إيه لا يرحموا فقد المهندس مش كده ولا إيه بالراحة كده نفكر ونحاول نجد أجوبة على الأسئلة اللي هو واحد اسمه يوسف طرح موسيقى موسيقى